اشتركوا في القناة افعندها وعبرها ولكن بس نفوت باتجاهاتها من اللي اياه جدا مهمة لا معرفة كل اتجاهات الموضوع رح تخبرنا سوفي اكتر اهلا وسهلا فيك سوفي صفح الخير ليش هم تهمسي ما بقعدوا يسمعوا المشاهدين بغيروا تشانل الهمس مفيد للصوت يا سوفي قدي الهمس مفيد للصوت بس قبل ما فوت بهذا النقطة خلينا نعطي الديفنيسيون كتير سريعة شو يعني همس الهمس او الوشوشة يعني بالعامة متل ما منقول هو اسلوب نستعمله عادة وقتا نكون بدنا نخبر شي هيك لشخص قريب ما بدنا حدا يسمع في سر في شي خبرية شي هيك مهضو بس اوقات كمان نستعمل هيدا الاسلوب بالتغيير بطريقة التنافس ومخارج الحروف اذا بديك وقتا نكون مثلا من بعد سخونة من بعد جريب من بعد اذا صوتنا تعبين لكذا سبب ممكن اذا في ارهاق على الصوت ممكن نصير نستعمل هيدا الاسلوب اللي هو مختلف عن الحكة اللي عادة نستعمله بالحكة اليومية هختلف اكيد كمان عن الطبقات طبعة الصريخ مثلا شخص او عم بيصرخ الصريخ هو شي الحكة اليوم شي الهمس هو غير شي والحكة على الصوت عالي كمان مختلف يعني غير عن الصريخ يعني المفاجئ يعني مختلفين عن بعضهم طريقة استعمال الصوت صفي نحن بالايام العادية اذا منقول مثلا تعبينين ازلعيمنا لانه حكينا كتير بصوت عالي صرخنا كتير عيطنا كتير بالهمس نحن عم نريح ازلعيمنا وهل الواحد بيرطيح لما بيستعمل الهمس هلأ اذا منرطيح خلينا نقضي كل نهار انا ويكي همس بس ما بعض في كتير نبرة بالهمس ما في كتير نبرة يعني بصير الصوت اذا بديك عم نخلي نبرة معينة ما فينا كتير نشكل فيها نكون عم نغير بالطوناليتة فهيدا هو الفرق بس اكيد مختلف وكتير اشخاص بصيروا يستعملوا هيدا الطريقة بالحكي مثل ما كنا عم نقول ازا الصوت تعبين من بعد صخونة او مضم صخونة لانه ما عم بيطلع الصوت عم نحكي كاستعمال طويل ولكن له ضرر فيه ضرر على الاوطار الصوتية لانه عكس ما منفكر احنا منفكر اوكي ما عم بقدر يطلع صوتي مظبوط ما عم بقدر يوصل صوتي مظبوط رح وش وش لانه عم بقدر استعمل هيدا الاسلوب هيدا الاسلوب ما بيكون ازا بديك متضرر بهذه الحالات اللي الصوت بيكون تعبين بيطلع الصوت نحنا منفكر بطريقة سليمة بالهمس ولكن هو عم بيقزي بيكون عم بيقزي هو من طرف اخر عم بيقزي الاوطار الصوتية ليه؟ لانه الهمس اول شي نحنا منكون هن الاوطار الصوتية اتنين صحر داخل الزلعيم ونحنا منكون عم ازا بديك عم نحافظ على تدفق الهوى بطريقة معينة يعني عم نفتح شوي الاوطار الصوتية بس هيدا هيدا الشغلة بده كتير مجهود لنقدر نحافظ على هيدا المستوى من فتحة الاوطار الصوتية لنقدر نطلع الهوى ولنقدر نعمل كنترول عليه ونطول يعني هون منكون عم نطعب الاوطار الصوتية يعني بدل ما نكون مثل ما عم نفكرين احنا عم نريح ما عم بيطلع صوت رح بليش احكي على صوت واط لانه عم بقدر وصل المساج الشخص المقبيلي عم بيقدر يفهم لا هي هو اسلوب اذا كان في عليه تكرار واستعمال لا على مدة كذا يوم لانه الصوت ما رجع بطريقة سليمة ما رجع بسرعة وكنا صاخنين او عطول فيه ارهاك صرنا عطول عم نستعمل هيدا الطريقة بفكرة انه ريح صوتنا الفكرة خطأ الفكرة خطأ خلينا اذا بدنا نحكي يعني نكون عم نعمل اذا بدك مجهود على المجهود يعني صار فيه مجهود اذا كان من وراء تعب من وراء سخونة الموضوع مختلف بيصير فيه همس بس الهمس بيقدر يأذي كمان يعني هو مجهود زائد خاصة اذا كان فيه اصلا طعب على الصوت ممكن يصير فيه ازيه اكتر على الاوطار سوفي اذا بدنا نقول خلينا نحكي لنفسر اكتر الفكرة لأصدقائنا المشاهدين عن سلبيات وايجابيات خلينا نقول الهمس هو طبق موجود قدامنا نحنا بدنا نخلي منها الطبق الشي المفيد ناخده وبدنا نترك منها الطبق الشي المفيد ما بيفيدنا او بدورنا بدنا نتركه سلبيات وايجابيات الهمس على صعيد الصوت كيف فينا نفسرها الايجابية هي انه المستمع الشخص اللي عم بيحكي على التريفون او الشخص اللي مقبيله عم بيقدر يوصله الفكرة اللي عم بيجارب يقوله لانه اذا الصوت تعباني يمكن عم بيقطش يمكن عم بيوصل الصوت ما عم بيكون واضح الكلمات وقتا الشخص ما عم بيقدر يحكي فهون النتيجة اللي بتخلي الشخص انه الشخص اللي مقبيله عم بيفهم او على التريفون عم بيسمعه عم بيقدر يفهم شو عم بيحكي وقتا يصير يستعمل الهمس بينما اذا عم بجارب يرجع يستعمل صوته مثل ما كان قبل السخونة قبل الارهاق للصوت قبل ما يكون تعبان الصوت رايح الصوت راح يكون ما عم بيقدر يوصل فكرته للشخص اللي مقبيله او مثل ما عم نقول عم بيحكي على التريفون اوكي فبصير يستعمل هيدا هيدا الطريقة هيدا اهمة ايجابية انه نحنا نقدر نوصل للفكرة اللي بدنا نقوله لانه بنهاية او قد ما حدا بيقدر يواقف يحكي يعني كتير صعبة يعني خاصة اذا انت بالبيت وفي ولاد في عائلة يعني غير انه موضوع الشغل اكيد فهيدا اول شيء بس السلبيات هني اهم بكتير اللي هي ارهاق زائد على الاوطار الصوتية اللي ممكن اكيد مع الوقت ما انه شغلة بتصير ضغرة ما انه اذا بديك بيصير فيه متل ممكن تضاريس صغيرة على الاوطار الصوتية اصلا من ورا ارهاق الصوت فاذا بكفي انا بهيدا الاسلوب اللي هو انه كتير عم بقرب الاوطار الصوتية وعم بخليهم شدين كتير لانه بكون عم بشدهم كتير انا حتى اقدر ضل بهيدا الاسلوب الحكي بكون عم بزيد التعب عليهم ممكن هون نزيد التضاريس يعني الدرر اللي هو فعلا طبي هو فعلا جسدي ممكن يصير فيه تضاريس يكون فيه كتير كتير صغيرة مثل جرح يصير موجود على وطر او الوطرين الصوتية اوقات مش ضرور يكون على الوطر الصوتي ممكن على النسيج اللي حوالي هون فبالتالي هون بيصير فيه لزوم لعلاج نطق وممكن اوقات كمان حتى لجراحة فمشن هيك ما لازم نستعمل هيدا الاسلوب فترة طويلة لازم يكون عن جد هيك بس لانه نحن مضطرين نستعمله وفترة كتير قصيرة واذا كان رايح الصوت على مدة يعني مدة اسبوع او اكتر اكيد لازم نشوف الحكيم حتى ما نكون نحن عم نكفي هيدا الارهاق ونصير بموضوع اسوأ للصوت انه فعلا صار فيه ضرر على الصوت ونحن تعودنا انه نعمل هالارهاق ونستعمل اساليب خاطئة بحكينا بطريقة استعمال انه بنهاية الصوت الاوطار الصوتية سحر هن مثل الموسيقية يعني بدنا نعرف ندق مظبوط عليهم بدنا نعرف نحافظ عليهم يعني هي كتير فعلا دقيقة ونعرف نحافظ عليهم مية بالمية سوفي اوقات فيه ناس بالحياة العادية بيحكوك بهمس فانت بتفكري بهم شي دينيك او ما عم تسمعي عن جاد قدمة صوتهم خفيف وقدمة بيحكوا همس بتصير عم بتقولي بهم شي ديني شكلي انا عندي مشكلة مسامعة بتطلبي منه الخمسين مرة بتقوي صوتك شكلي مش عم بسمع بتروح عنده حكيم ديني تقولي له بخصني بيقلك طبيعية عن جاد كيف في حدا كل حياته يهمس يعني بحسة انا مش كتير زابطة يعني اوكي فيه اوقات بتحكي همس اذا بدك تقول شي لحد بس كل حياتك تقضي همس هذا شي ما بتاعه بالأوتار وكيف ينحكوا بهذه الطريقة مبدئيا الحالة اللي عم تصفيها سحار بتكون اشخاص هني صوتهم منه عالي يعني بيحكوا بطبقة هي اصلا واطية بس لحد الهمس مش مفروض يكون هالأدوات يعني بيكون هني اصلا انا عم بحكي هلأ بصوت عادي بس هني بيكونوا اصلا صوتهم او طبية كتير من الاساس وقت يكونوا عم بعبروا عن حيال لشغلة او عم بيحكوا مع شخص ما بيطلعوا بالعالة يعني مش ضروري نبرة بس هيدا طبعهم طريقة حكيهم مش ضروري يكون في ازية طالما متل ما قلت صوت واط بس ما نزلوا على الهمس وقت يكونوا كل الوقت عم بيستعملوا الصوت بدو يكون عطول فيه شد كتير وعطول عم نحافظ على هيدا النبرة مش النبرة هيدا الهمس كتير صعب حتى يعني مش نهيك عم بتعب كمان يعني مش نهيك ما فينا نحافظ عليه الا بالحالات اللي نحنا اضطرينا نروح عليه هون منصير نجرب نحافظ عليه على مدة طويلة بس عطول بدو مجهود يعني هيدا المجهود الاضافة نحنا بدنا نبعد عنه او بدنا نعمله عن جد فعلا بالحالات الاترارية يعني بس ما يكون ما يصير اسلوب عم نستعمله او عادة سيئة لانتننتبه على حالنا اكيد ننتبه على هال اوطار يعني مثلا وقت ننزع على همس عم تحكي تقريبا على 30 ديسيبال هيك منقيس الصوت الصوت اللي بيطلع منقيسه بالديسيبال يعني بيكون نزل هالقد مشان هيك بديك تقرب كتير عالشخص لانه بنهاية الصوت بيتوزع بالهواء اذا كلمة كنت بعيدة هالشخص اللي عم بيهموس كلمة مانيك قادرة بقى تسمعي ابدا اكيد هو الهمس شو شو ميستو انه يكون الشخص قريب حتى يكون عم نسمعه ويكون واحد قريب من التاني حتى يكون عم بيسمعه مية بالمية الام يلي بتحكي ولادك اللي الوقت بيهمس هل بيقدروا يلتقطوا مننا اللفظ الصحيح ويلتقطوا مننا الكلمات السليمة كلفظ لانه بتعرف انه الولد مظبوط بيضل مع البي والام بس الام اكثر هي يلي بتحكي قدامه هي يلي بتعلم الكلمة الحرف هل ممكن اذا عنجت هل قد صوت يعني صغير وخفيف وهمس بيقدر يلتقط الاحرف والكلمة المناسبة لا يحكيها هلا هي طالما عم تحكي كتير سحار وعم تستعمل كتير مفردات ما بيكون في درر على اكتساب اللغة عند الولد لانه اهم شي عند الولد انه يكون هو عطول بجوحكة يعني الاشخاص حوالي امه ورايحين هي شو عم تعمل بالبيت تكون عطول بحالة وصف للحالة اللي هن فيها حتى يكون هو عم بيلطق عم بيلطق اكتر واكتر مفردات اعادة المفردات هي المهمة حتى الولد يكون عم بيكتسب اللغة سحار مش مخرج الحرف لانه بتقدر تكون يكون في هنس بس يكون الكلمات اكتر وهو عم بيفهمهم اكيد اذا كان بعيد اذا كان في همس والولدك بعيد ما عم بيسمع اكيد صار موضوع تاني اذا هو اصلا ما عم بيوصل للصوت اللي عنده ما عم بيقدر يسمع اكيد هون رح يكون في در بس ما منلاقي هيدا الحالة عادة سحار انه ام كل الوقت عم تهمس ممكن مثل ما عم بتقولي صوته واطئ او بالعكس الام صوته كتير عالي بس الهمس حدا عم بيستعمله هيك عالتكرار الا بحالة مرضية معينة مثل ما عم بتقولي يعني استثنائيات هل الهمس ممكن يتحول لبحة وبعدين يروح الصوت اكيد ما هيدا هو بين العوارد اكيد هو راح الصوت بحة صوت منه ثابت الصوت عم بيروح ويجي ما عم نقدر نتمكن منه كتير كتير متقلب يعني يعني سعب يجري سعلا مظبوط وما عم نقدر نحافظ عليه يعني انا هلأ عايزي الصوت منه هون عم بغير وقت عم بلشت تحكي صوتك يعني تغير الصوت اذا بدك اشط ما بقى ثابت نعم احنا ما عم نقدر بقى نتحكم فيه اكيد وكمان ما بقى يود يعني عندي كمان انه انت بدك تطلعي صوتك كمان ما عم تقدر ما عم بيقدر يود تبمون هلأ انتو يعني كمتابعين لها لهول الحالات بتحديد اختصاصيين بهذا الموضوع كيف بتعالجوا حضر صوته همس وتحول لبحة بعد شوية بيروح بعد شوية اذا حكي بتصير مش عم تفهمي ابدا يعني مثل ما قالت اوقات بيرجي اوقات بيروح اوقات في صوت اوقات لا كيف فيه تقنية معينة اللي يرجع له صوت هلا اهم الشغلة هون سحر انه يستشيروا الطبيب اللي اوزن انفقوا الحجرة حتى يكون هو اول شي عم بيفحص جوه بالنظور يتأكد شو عم بيصير شوه هو بدو يطلع الصورة هو رح يشوف يعني رح يفحص عن ارض بيكون فيه كاميرا كمان وصور الاوطار الصوتية كيف هنه حالتهم كيف هي جوه حال هي منيحة مش منيحة هل فيه جرح مثل ما كنا عم نقول فيه نودول فيه شي عم بيتكون جوه ولا لا بس او فيه التهاب فيه رفلو فيه يعني شو الاسباب من وراء الاسباب ساعته هو بيقرر اذا بيكف ساعته الشخص يكون عم بتعلاج يعني علاج على ادوية او اذا فيه زوم ساعته نحنا نتدخل ويكون فيه علاج نطق واوقات احتمال عملية صحي يا ام مية بالمية احيانا الطبيب بيطلب الارتفونية العلاج النطق حتى يكون عم بيتجنب العملية المريض فاذا التزم المريض بالتمارين وبالعلاج كله ساعته احتمال كتير كبير يتجنب العملية بس اذا ما غير هو السلوب استعماله للصوت بالطريقة اليومية مش عم نحكي هلأ ضمن الجلسة يغير السلوب او طريقة استعمال الصوت لا بده يحمله بحياته اليومية بده يصير فيه تغييرات باستعمال الصوت نرجع نكتسب هيدا المهارة شوي شوي حتى نتجنب العملية بيأضرب واحيانا من بعد العملية بينطلب كمان علاج النطق يعني عن جد هون دور الحكيم هو يعرف هو اكيد بيعرف يعني باي وقت نحن لازم نتدخل اسوأ حالة ممكن نقول انه تدخل الحكيم وما عطى اثر او مثلا حيوة يتدخل الحكيم وما رجع له صوته لهالمريض هيدا اسوأ حالة ولا لا ما في اسوأ لانه اذا وصلنا لحدود العملية رح ينعمل عملية ورح يمشي حاله ايه مظبوط بس يمكن ينعمل عملية وما يمشي حاله هو اللي ممكن يصير انه ينعمل العملية بس الشخص اذا ما غير طريقته مش ناك الطبيب بيطلب اوقات علاج النطق انه يصير فيها التغيير على استعمال الصوت ما بقى يكون فيه ارهاق على الصوت بتلاقي هالارهاق خاصة عند الاشخاص اللي بيحكوا كتير ومضطرين يعلوا صوتهم او بيكون فيه كتير اصوات حواليهم فهن مضطرين يستعملوا طبقة عالية بالصوتهم ويحكوا كل النهار بهيد الطبقة اللي هي من الطبقة الطبيعية اللي هن بيحكوا فيها يعني اذا تواجدوا مثلنا هلأ بمحل هالأدريق ما رح يكونوا عم بيستعملوا هالطبقة بس لانه هن متواجدين مثلا بمحل فيه كتير لازم هن عطول يكون عم بيعطوا اوامر فيه اكيب فيه فريق عمل وبدو يعلي صوته ممكن هون يكون فيه ارهاق مشنهيك الحكيم بيطلب علاج قبل لانه اذا ملتزم كمان ما تعلم طريقة للطريقة السليمة ليرجع يستعمل صوته من بعض العملية ممكن يرجع ينتزع الصوت يعني على أمل يكون وضحنا الصورة بس مش من ضرورة أكيد يعني بس ممكن اذا ملتزم ساعته بهذه الطريقة الجديدة ليرجع هو يكتسب صوته ويتمكن فيه ممكن يرجع ينتزع الصوت من بعض العملية على أمل انه ما حدا يوصل لهذا الحال سوفيك لزم وعالجة نطق انا بدأشكر وجوزك معنا اهلا وسهلا فيك مرسي لقليك وإلى المزيد من اللقاءات منشوفك جامعة الجائزة أهلا وسهلا فيك أصديقائنا المشاهدين نحن متابعين معكم رحلة يومنا الجديد ما تروحوا لبعيد لأنه مجموعة من الديوف بلشوا حضروا حالهم للانضمام إلى ستوديوهيتنا بيوم جديد بريك الثغير كتير هالآت هالآت ومنرجع اشتركوا في القناة